لنصعد صوب علياء السماء لحام الطهر والإيمان يسري على درب الإداية والنقاء لحام الطهر والإيمان يسري يا آل يا أخيّة في لحام لنصعد صوب علياء السماء ورحمة الله تعالى وبركاته من كل فج عميق جاءوا يطلبون النجاة وقفوا بصعيد عرفات وقلوبهم تضج بالرجاة أن تكون صفائحهم بيضاء كثيابهم تمتزج بدعواتهم عبرات المسلمين في كل بقاع الأرض يرجون أن توضع أسماءهم في القوائم المكتدة بالعتقاء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء أشهد ملائكتي أني قد غفرت لهم ودع الحجاج مشعر عرفات ليكملوا رحلتهم الإيمانية إلى المزدرفة ويزف المسلمون أضاحيهم طاعة وامتثالا واقتداء بهدي إسماعيل عليه السلام حين قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين نستغل هذه النفحات المباركة لنتشارك الحديث عن كنوز عيد الأضحى مجموعة وحزمة من النوايا المنسية بعض الأبعاد التربوية والأسرية المهمة جدا في هذه الحلقة الاستثنائية رفقة ضيفة البرنامج الدائمة المستشارة الأسرية والتربوية الدكتورة هارة سمير مرحبا بك دكتورة وكل عام أنت وخير وتقبل الله مننا ومنكم وجعله إن شاء الله عيد نصر وفتح على الأمة الإسلامية جميعا كل عام والأمة الإسلامية بخير وكل عام يا رب ومجاهدينا وغزتنا وفلسطين والقدس والمسلمين في كل أنحاء الأرض بخير وبصحة وسلام وسعادة ويتطبق يا رب اللهم أمين يا رب أن يبقى عيد الأضحى عيد الفرحة عيد القرب من ربنا سبحانه وتعالى هو عيد النصر والعزة اللهم أمين آمين يا رب العالمين دكتورة في هذه الحلقة التي يعيش فيها المسلمين ليلة العيد والتي قد انتهى فيها يوم عرفة المبارك الذي هو خير أيام السنة ونعيش إن شاء الله غدا ليلة العيد وأيام التشريق ولهذه الأيام خصوصية عظيمة وكبيرة جدا أولا لأمة الإسلام وتانيا لدين الحنفية الممتد من أبينا إبراهيم عليه السلام فما كلمتك في هذه الأيام كيف يمكن أن نرتب أنفسنا كما يريد الله سبحانه وتعالى مننا في هذه الأيام دون أن نضيع في خضم هذه الأيام المزدحمة ببعض المهام الأخرى يعني نبتدي بسم الله والحمد لله والسلام على رسول الله يعني خلينا نبتدي كده بكلمة ابن القيم قال خير الأيام عند الله يوم النح وهو يوم الحج يعني الحج عرفة وخير الأيام بعدها يوم النح حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم الأيام عند الله يوم النح إنه يوم الحج الأكبر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النح بين الجمرات في الحج التي حج بها الحج التي حج بها النبي وقال هذا يوم الحج الأكبر معظم أعمال الحج بتكون في اليوم ده بصي بق رمي الجمرة العقبة النحر الحلق والتقصير الطواف والساعة يوم النحر هو يوم عيد عند المسلمين يوم عرفة ويوم النحر النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام قتل وشرب وذكر الله تعالى لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم أيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر اللي هو تاني يوم اللي هو اليوم الذي يلي يوم النحر يوم الحادي عشر من زي الحجة اللي هو الناس اللي بيقرون اللي بيستقروا فيه بميناء بعد أن فرغوا من طواف الإفاضة والنحر واستراحوا يوم القر يبقى يوم النحر ويوم القر بكرة وبعد بكرة أيام التشريق أيام ذكر الله تعالى وشكر الله سبحانه وتعالى إن كان الله عز وجل يعني الحق نحن نسكر ربنا ونشكر ربنا في كل وقت ولكن في الأيام ديات إحنا مأمورين إن إحنا نضاعف الحمد ونضاعف الشكر لله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى من كان صائما برضو حديث النبي صلى الله عليه وسلم فليفتر فإنها أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى الأيام المعدودات الله عز وجل قال فيها واذكروا الله في أيام معدودات هي الأيام دي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم النحر القر بكرة وبعد بكرة لنبكنت الايام دي اخر ايام موسم الحج في موسم الحجاج شوفي بقى ويأتينا من كل فجة نعم دوا بيكملوا الحج بيهم طب لغير الحجاج تقرب الى الله سبحانه وتعالى واضحية طبعا الهنا والهنا عمل صالح بتعمله بعد ايام العشر انك تستحب انك تختتم الموسم ده بايه بالذكر سنة سنها الله عز وجل عقب انتهاء بعض العبادات الذكر مثلا عقب الصلاة ها دي بقول ايه اذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما واقعودا وعلى جنوبكم ولا ذكر الله اكبر الذكر حاجة كبيرة جدا فكون النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا فيها في الايام دي خلي بالنا منه الذكر حياة القلوب تمقنينة القلوب سكينة القلوب الا بذكر الله تطمئن القلوب الذكر لرب لا يرهب من مخلوق ابدا قلب الذكر دايما شجاع متوكل على الله سبحانه وتعالى شوف المجاهدين كده بسبيل الله وعمال يعمل السبحة بتاعته ايه يعني دا احنا شوفنا الحاجات اللي بتخلينا احنا ذات نفسينا نقول سبحان الله هو على ثغر وفي جهاد ويذكر الله سبحانه وتعالى العلماء المصلحين الدعاء يأمر بمعروفة انها على المنقر ويغضعوا للحق ولا يخافونا في الله لو ما تلقم ليه لان الظن بيهم نوم اكثر الناس ذكر الله تعالى العمر وكل ربنا سبحانه وتعالى اذكر ربنا اشكر ربنا في كل وقت وحين دا الحال حال المؤمن ذكر وشكر الايام المباركة دي تليها ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله تعالى من كان صائما فليفطر ايام اكل وشرب ايام معدودة واذكر الله في ايام استحب للعباد ان يتختم المسم دوت بمسم للذكر ودي سنة زي ما قلنا عقب كل حاجة اذا قضيتم الصلاة تمام قياما وقعودا صلاة القمع فاذا قضيت فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون بعد الحج فاذا قضيتم مناسقكم فاذكروا الله كذكركم اهبائكم وشد ذكره يبقى الزاكر بيتدبر الزكر ويفهم معناه عشان يؤدل للخشوع والتأثر وبعد كده صلاح القلب ومنها بعدها صلاح الذكر قر قرب لله الذكر صراح للقرب الذكر أونسي بالله الذكر قوة للقلب الذكر صلاح للجوارح غزبا عنك هتلاقي جوارحك صالحة من كتر الذكر الذكر ببل دخول على الله سبحانه وتعالى الذكر ليل للقلب وخشوع للقلب الذكر منجها لله حمد لله احساس بنعمة ربنا إنابت القلب لله سبحانه وتعالى معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أيام اكل وشرب وذكر الله تعالى اوعى يفطر لسنك عن الزكر أيام التشريق تمام ايه الأكل والشرب ودي الأضحية ودي نعين أخوك المسلم ودي التكافل وكل الكلام ده وشكر الله تعالى وذكر هي دي أيام التعاط أمر الله عز وجل في كتابه نحن نذكر الله وذكر الله ذكرا كثير وانتك تاكل من الطيبات الشكر الله سبحانه وتعالى وانك تستعين بنعم ربنا سبحانه وتعالى على انك تذكر ربنا وعلى انك تبعد عن المعاصي انك أصلا كفر النعمة بانك ما تشكرهاش وانك تبدل النعمة كفر انك ما تذكرهاش ولا انك تشكر عليها فتسلب والعزو بالله الأضحية اللي بنسبحها دي ايه اللي فيها مع ذكر الله سبحانه وتعالى يعني نرى ان الحجاج يكترون من لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك وهي هذه تعبر عن لبي التوحيد وايضا من المعاني التي استنبطها المفسرين من قصة ابراهيم في الدبح والله سبحانه وتعالى وصفها البلاء المبين يعني قالوا لو ان الانسان مؤمن هيستفيد شيء من هذه القصة فهو يستفيد سرعة امتثال وعبودية ابراهيم عليه السلام لله سبحانه وتعالى فالمعاني هذه الآن يعني الآن غالبا تغيب النية نية التوحيد لله سبحانه وتعالى كما يفعل الحجاج متجرد يعني حتى من معاني الحج يقولون النية والقصد فكيف المسلم الآن مع استحضار هذه العبادات اللي هي الإطعام وإدخال السرور والذكر والحفاظ على الفروض والحفاظ على السمت الإسلامي سواء كان الأسرة مجتمعة أو غير مجتمعة كيف تتحقق فيه نية تجعل هذه العيد تدخل عليه يعني في ميزان حسنات الكثير وتجعله يرجع للمقصد الإسلامي الأول لا يكون يجاري جيران ولا موجة عادات وتقاليد بأن الجميع يعني يذبحون هذا العيد ولا إنه هو بس مجرد يبي يفرح ويعكل وبس يعني كيف تتحقق معاني العبودية والتوحيد في هذه الأيام طيب بس يا أستاذة مناقب بس الله يبارك فيك إحنا دايما بنقول إن العيد ده عيد مختلف العيد ده لنا أم مكلومة ولنا شعب مكلوم لنا أخوانا المسلمين في غزة وفي السودان وفي كل مكان قلوبنا تدمي لحله موضوع النية والقصد والتوحيد الأب اللي امتسل لأمر الله بالزبح زبح الأم اللي قالت الله أمرك بهذا إذن لن يضيعنا الإبن اللي أمه ده وأبوه ده قال افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين ده معنى ترباوه هنتكلم فيه وفكرين نتكلم فيه قبل نهاية الحلقة إن شاء الله اللي امتسل المعنى دوت لله سبحانه وتعالى والتسليم بأن لا إله إلا الله جاية منين حاضر يا رب جاية منين من هنا من التلبية لبيك الله أم لبيك هم مسافرين واحد زل حجة تنزل حجة تنزل حجة تنزل إحنا بنسمع من يوم التروية يوم تمانية لبيك الله الكون كله إما بيلبي إما بيكبر الكون كله ما بين اللي بيلبه على نو الحج وراحه إما بيكبره إحنا اللي موجودين التكبير المطلق أو المقيد المقيد اللي بدأ من مبارح من يوم عرفة من فجر عرفة حد آخر يوم عصر آخر يوم من أيام التشرك الثلاثة اللي هي آخر أيام العيد ده المقيد يبقى أنا ما بين تكبير وتلبية تلبية لبيك اللهم لبيك حاضر يا رب لبيك لا شريك لك لبيك فعلها سيدنا إبراهيم إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك بصي بقى لبيك اللهم لبيك نعم يا رب ده سيدنا إبراهيم ألحى ونفزها لبيك اللهم لبيك نعم يا رب حاضر وسمع نطاعا لك وإذا لن يضيعنا قالتها السيدة هاجر أسرة كاملة وده المعنى اللي بيرسقه معنى مناسك الحج الحج مناسك وصورة كاملة للحج بصي أولها إنه زلزلت الساعة يوم القيامة آه في نص الصورة قدي النسك نص الصورة فيها إيه فيها وأزن في الناس طيب هذه الحج مناسك أخر الصورة وجاهدوا في الله حق جهادي وكأن قيام الساعة وتحديث النبي صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى لا يحج إلى بيت الله الحج مكرون وفريدة الحج ونسك الحج مكرون لو لم يحج إلى بيت الله تعالى دي على متى الساعة قامت الساعة إقامة فريدة الحج ونسك الحج ومشاعر الحج للحجاج وغير الحجاج إحنا الغير الحجاج نظر الله سبحانه وتعالى مننا وعلينا وعليكم يا رب اللهم أمين نعمل إيه المعاني الإيمانية في لبيك اللهم لبيك التوحيد وحديث النبي برح في يوم عرفه مثلا كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيين من بعد لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير توحيد نية وقص توحيد يبقى الأصل رجوع القلب للبصلة والوجهة الحقيقية لله سبحانه وتعالى الأصل إن أنا بوجه قلب لله سبحانه وتعالى خالصا مقلصا لبيك لك أنت يا رب لبيك وسعديك والملك كله بيديك والشر ليس إليك والخير كله إليك لبيك اللهم لبيك ده معنى التلبية حاضر وألوها الأب والأم والأسرة ده نموذك الأسرة دي نموذك عشان يقتضي ببقية المسلمين طيب ده جزء التاني معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله أو لا إله وحده لا شريكة لا توحيد خالص لا حارسة ولا كنسة للقلب لا تحرس قلبي ليس في الوجود قادر مقتدر إلا الله ليس لي ملتجأ ولا سند ولا صاحب ولا أنيز إلا الله عز وجل ليس لي مستجيب للدعوات الله سبحانه وتعالى إلا الله المجيد معنى التوحيد الخالص النسك الحج والأيام دي بتقول لنا كده أكسروا فيها من التكبير والتهليل والتحميل هو ده فلما أجأ أقول معنى الحج إن أنا أرسخ فيه ما يبقاش زبحي بس لا ده أنا عايزة أنوي الزبح السنة دي والفتاوى كلها طلع كل اللي طالع وضحية اللي هيطلحها بكرة إن شاء الله هيطلحها الغزة شوفوا الطرق ونعرف من المؤسسات أنا أعرف حاليا على جروبات الواتس وديك كنت في إسطنبول وعنها على جروبات الواتس كل الهيئات والمؤسسات دلوقتي بيعملوا إزاي إن إحنا نعمل فعالية فرح الأطفال في فلسطين العيد فرحة وإحنا الفرح بالعيد عبادة وإحنا مأمورين إن إحنا نفرح بالعيد ونعلي هذا النسك ونفرح بفرح الله سبحانه بفضل الله بفضل الله بفضل الله لإخواتنا في فلسطين اللي ربنا نصرهم بالقيمة والله ما بالقيمة بس وبكرة أفكرك التعداد اللي هيجي يحصل إحسيات بعد انتهى التوفان الأكثر إحنا مأمورين إن إحنا نفرح بفضل لأنه بلغنا عارفة بلغك عارف إنت خلاص رجعتك يوم ولدك أمك إنت هنا خلاص خلاص استجابت الدعوة عندك من ضمن الأشياء اللي إنت كمان بتقولها في يوم العيد دي وتستحضرها في العيد دي الأطحية راحة فيد راحة كلها لفلسطين وغازم هو ده كفالة أخوك المسلم هو عايكون جعان وإنت بينه وبينك صور ولا بينه وبينك بحار ولا بينه وبينك أي يأسم والله تأسم الأمة كلها لو أحد مسلم جعان ولا واحد مسلم أسير ولا واحد مسلم يوهان ده معنى العيد الأطحية اللي إنت بتتباحها دي زكر بتقولك ساعات بتوبها أكثر زكر عشان كده أسكر ربا باهيمة خيرة من راكبها وأكثر له منه زكر فإنت بتطلع الأطحية وتسكر كل ده الفضل الزكر وسواب عظيم مثلا الذي يسكر ربه والذي لا يسكر رب مثلا الحي والمي ده نسك العيد ده اللي إحنا عايزين نعمله قوة على نفطر قوة على الدعوات والحاجات اللي عم تاهم عرفة تضيع في الثلاثة أربعة تياب اللي جايين لا يا أيها الذين منذكر الله ذكرا كسير وسبحوا بكرة وأصيلة هو الذي يصلي عليكم الحديث القدسي الله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني بس إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي إن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من خير من الملأ اللي إحنا بنذكر به أنت قرب إلي عبدي ألا أنبئكم يلا الحديث اللي بعد ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأسكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدواكم فتضربوا أعنقام كل ذهبوا أعنقام يعني جهد بقى وإنفقوا وقيام إيه؟ إيه؟ ذكر الله ذكر الله هو دو سيدنا أبو الدردالة لم قال لكل شيء جلاء وجلاء القلب نضفته كده ونقاءه ذكر الله عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه أي عن ذكرنا والتبع هوات الذكر ذكر لسان ذكر القلب ذكر جوارح أنواع الذكر منها ذكر اسم الله عز وجل والتعبد بصفاته ذكر أفعال ربنا والنعم لك الحمد لك الحمد إن الحمد والنعمت دي معناها ذكر السناء والحمد والشكر ذكر أوامر الله عز وجل وأحكامه حقيقة الذكر دي المعالفة اليقنية بالله هتؤدي للذكر الحقيقي أصلا تستحي اليوم اللي ما ذكرش لسانك فيه والله ميت انت وقلب الميت ده اللي لازل لا يذكر الله سبحانه وتعالى شروطه اليوم أذكر نافع وتمرره على قلبك هتؤدي بك للمعرفة الحقيقية فتؤدي بك لحب الله سبحانه وتعالى لما تعظم ربنا بقلبك ذكر اللسان تعظيم بالقلب تحريك اللسان والقلب اللي اتنين مع بقى يديك تبعد عن الغفلة دي نتيجة إن انت بعيدت خلاص عن الغفلة انت بعشها هو نفسك حقيقة الذكر معرفة ربنا سبحانه وتعالى وحب ربنا سبحانه وتعالى أتفكر في أحوال لك الحمد أتفكر في نعم الرضا عن الله سبحانه وتعالى أتفكر أبدا إن كل قدر حصل لي هو قدر في صالحي ولا أظن عكس ذلك أسلا هو دول التفكير في الذكر إن كل قدر هو في صالحك مش عكس كده إن لو جالي ألم أو جالنا ابتلاء أو جالنا شهادة أو جالنا أمر من أمور الدنيا هي خير ولكن احنا مش شايفين هي حكما من الله سبحانه وتعالى تفكير في ملكوت السمات أعلى أنواع العبادات تفكر في ملكوت السمات سبحانك ما خلقت هذا باطلا هو دول اللي احنا محتاجين والفترة دي يبقى أنا بنوي ودنية ودلقصد ولي تكبر الله على ما هداكم تكبر الله أنت عارفين خصائص التكبير إيه الله أكبر ها الله أكبر لها خصائص كبيرة جدا الله أكبر تتحد الشيطان كلمة أصلا وشوفي ذكرها قد إيه كذا حديث كذا حديث ترتب عليها حاجات كتيرة جدا جدا الله أكبر التكبير مشروع في كل المواطن المواطن العظيمة في الجهاد في المغازي في النصرة التكبير دفع للنار أصلا نار ولع قول الله أكبر تتطفي التكبير دفع للشياطين الإنس الله أكبر عليكم التكبير شعار المسلمين في أزانهم في صلواتهم في عيادهم في معاركهم ما هو دا وتقولك أكثر فيها من التكبير اللي احنا بنعمله ده نفس الناس تبقى فاهمة بتقول إيه لو في عندك حدث مهول تكبر عليه حدث حلو تشكر ربنا تكبر عليه التكبير بيصاحب المسلم في السفر النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوصل المسافر عليك بتطبق الله والتكبير على كل شعر على كل مكان مرتفع تكبر عليه التكبير ربنا شراعه على الرزق على الهداية على النصر الباقيات الصالحات التكبير والتهليل والتسبيح والحمد ولا حوله ولا قوات أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله والله أكبر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن سيدنا ابن عمر بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل من القوم الله أكبر وكبير والحمد لله كثير وسبحان الله بكرة وأصيل الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال الكلام كذا وكذا الرجل قال أنا رسوله ببخيفيني قلوها غلط قال فعجبت لها فتحت لها فتحت لها أبواب السماء سيدنا عبد الله بن عمر قال ما تركتون فعيز تفتح أبواب السماء الله أكبر كبيرة والحمد لله سبحان الله بكرة واصيلة قول بعدها الدعاء اللي انت عايز استفتح بها أي دعاء دعاك استجاب فالله أكبر كبيرة والحمد لله كثير وسبحان الله بكرة وأصيل والتسبيح نصف الميزان والحمد يملأه والتكبير ما بين السماوات والأرض كل ده فوائد التكبير كل الكلام ده لما اتكلم عن الله أكبر الله أكبر لا إله لا الله أكبر الله أكبر ولا الحمد ابن تيميه بقول الأعياد خصة بالتكبير ودي شعيرة يجب ان احنا ما ننساش ولا نقف الدي عبادة منسية اصلا والعيد سم يعيد لانه عائد علينا بالاحسان بانواع الاحسان اللي بنعملها كل سنة اعمل وقرر وعلمي اولادك الكلام اظهار السرور في الاعين من شعائر الدين افرح بالعيد بفضل الله برغم الالام وبرغم المقاسي وبرغم الاخواننا اللي بنشوفهم لكن بفضل الله وان شاء الله على كل مصر برضى على الله نريد ان ندخل الى هذا الجانب بالتحديد ونفصل فيه لانه مهم جدا ويهمنا ايضا في برنامج في رحابها الموجه للأسرة المسلمة نحن الان تعلمنا منك ومن المتخصصين ان الطفل عندما تريد ان تشرح له شيء قيمة معينة ازرع هذه القيمة بقصة وغالبا الطفل المسلم ان يبدأ بقصص القرآن ومن قصص القرآن قصة سيدنا ابراهيم عليه السلام التي جاءت منها سنة الاضحية التي وردها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باعتباره اولى الانبياء بابراهيم واولى الاديان بالحنيفية فكيف هذا الطفل المسلم الصغير نريد ان نفصل في الاعمار التي سنشرح لها القصة والتي ستشاهد عملية الذبح والاضحية ما هي الاعمار كيف يعني ما الذي نقوله ما الذي لا نقول الاعمار الصغيرة والاعمار الكبيرة التي هي الطفولة مثلا المتأخرة كيف تشارك في العيد لانك كما تعلمين ان قصة سيدنا ابراهيم فيها احراق من نار وفيها هجرة الام مع ابنها الرضيع وفيها ظاهر من الالم وفيها دبح الاضحية يعني او دبح الابن فنريد نكي دكتورة خطوات عملية طيب طيب اولا اتكلم عني العيد مع الفئة الصغيرة ازاي ونسك العيد في الفئة الكبيرة ازاي اولا انا عندي دور عند الام هنا دور كبير جدا بركزوا معايا كل الامات فالانا اقولهولك دول يوسفني ان انا اقولي الكلام ده حقيقي او بسمعهم من نساء كتير بهجة وطعم العيد اتغير عن زمان طيب اولادنا ملهمش زم احنا مأمورين ان احنا نفرح اولادنا بالعيد ونعمل لهم بهجة العيد ويبقى العيد بصمة ايمانية وفرحة مستنيينها زي ما كان وصلك انت وبتيجي تفتكر الله فين العيد بتاع زمان فين اللي لو الحاجات اللي كنا بنعملها وكذا والروح مش عارفة نعمل ايه معظم الحاجات دي دوسرت وخصوصا الناس اللي في الغربة او في الهجرة او الناس اللي اهلها بعيد عنها لما اجا اتكلم عن الصغيرين عن العيد معلش احنا عندنا قبل سن يعني سبع سنين اللي هو سن التمييز وبعد سن التمييز وسن عشر سنين ليه بنقول الامر ده لان الاسلام قصة انا طالعلي ناس خزعبالينين دلوقتي عاميني يقولك ايه لأ ومن اللي حدده بسن والسيدة عائشة قالت ايوة قد في بيت لو انت في بيت بدأ مع عيلك من سن ثلاث سنين بدأ معاه تربية ايه من ياسيبك من الاجابية الخزعبالين عشان فيها حاجات برضو خاطئة تربية ايمانية اسلامية من ثلاث سنين انا على سن خمس سنين الاولاد مخلصين قصص الانبياء مخلصين السيرة في الحقبة المكية بداخلين على الحقبة المدنية خمس سنوات فانت عاد بتتكلمي فاتجي ما نقول بقى يحضر الزبح ويحضر الاضحية اه يحضر الزبح ويحضر الاضحية لو انا بدأ معاه من قبل كده من بعد يعني يعني اوريه من قبل لو انت لكن مش بدأ والاطفال اللي هم اطفال الورق والباموك والجيل اللي طالع بها شاشة لا ومش بدأ معاه وقا سامع الحلقة صدكتور هلا سامع لا انت مش بدأ مع ابنك من كده فما تجيش مرة واحدة وتوريه له الزبح وده لا طيب اما للصلابة الامانية دي بتجي منين ان انت بدأ معاه من قبل كده من اول ما بدأ تلت سنين جملة مكونة من اربع كلمات او جملة مكونة من تلت كلمات انا بكلمه عن الله حكياله عن الانبياء حكياله عن قص نبي الصحابة حوالين النبي عليه الصلاة والسلام قصة النبي والبعث وهكذا كل الكلام ده وخصوصا لو انا بحفظ جزء عامة من تلتة لخمسة انا مخلصة مثلا عندي الجزء عامة وطبارك ودخل على قد سبع مخلصة على الاقل الخمسة الاخارة في خمس سنين تكوني على الاقل مخلصة وفينا الله الناس بتخلص ربع سين على حسب استعبط لو انت عندك الحاصلة دي كمين بعد سبع سنين اه يحدث عشر سنين بابتدأ اتكلم في غيبيات وكذا وكذا اتكلم قبليها لو انا معدى ابني وبنتي الحاجة زي كده لا مش معدهم طب احكي عن العيد ازاي ونسق العيد والكعبة وعرفة وقصة سيدنا بالاطفال ادي العريس وبعدين مسرح العريس اللي انا بعمله وبجيب الاتنين او بالكارتون او بالجرافيك دلوقتي موجود فيه افلام جرافيك موجودة التقنية بتاعتها حلواج اتكلم وبعدين بقى الشيطان قال ايه الحاجة هاجر الحاجة ده حسن ده زوجك حيموت ابنك فقالت له اخسق يا عدو والله وبعدين نحكي بقى المرحلة بتاعك ويعيني السيدة هاجر بقت في الصحراء وبعدين بعدت تمشي من الصفا والمروة وتروح من الصفا للمروة وترجعتين وتروحتين ده سنة ثلاث سنة بعمل اسلوب حكاواتي وانا بتكلم بجيب الكصة وبعملها قص ولاز او بجيبها وحكيها كارتون او بجيبها او بحكيها بصوتي او الرهالهم مرة بالكراتون وانا معاهم ومرة وانا كده او قصص مصورة مجسمة اللي موجودة نصرف فلوسنا عليها انا كنت بصرف المصروف وقالوا على الحاجات دي القصص المجسمة وابتدي احفل الاولاد حاجة زي جدا ده سن اللي قابل ده السن اللي بعد كده المعاني ما بجيب أكلم بنت عشر سنين خلاص سن تكليف اكلم عن السيدة هاجر ماذا علمتك قصة السيدة هاجر الله امرك بهذا اذا لن يضيع استسلام تام موردة تام وثقة في موعود الله ربنا لن يضيع بس خلاص خدت بالأسباب اخد بالأسباب الدنيا مش نهاية تكون لو انت في أزمة او لوحدك او لكذا طالما الله معك فمن عليك فميجي حد يساومها على حجابها انس ميجي حد يساومها على كلامها ولا يساومها على فهمها التوحيد او العقيدة او البلو السودة اللي طالعا عنها دلاتي امونا دلاتي ما بقاش في موجة التوحيد خلاص عارفوا انه فيه خلاص فيه موجة لمجابة اسئلة التوحيد دلوقتي يقولك ايه يقولك يعني ما نعبودش الشيطان لي بقى يعني احنا مش بنعبوده بس انت انت ليه انت ليه مش انسان لانك بتقول على الشيطان شامتان فيه انت معدوم الانسانية ازاي تشمت ازاي لما نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشيطان اللعين لعناه الله عليه لعن الله ازاي تقول كده وتشمت يا عديم الانسانية الاوداء ده 12 سنة فلما جي احكي قصة السيدة هاجر وثبتها وكيف انها امرأة وقامت بابنها وربت واحسن التربية ولما ربت وكبرت تعالي ده جاي ابنك ده امرأته الاولانية راحت وسوسك لزوجك عشان يبقى ابنك لك انت تخيلي كل وسوس الشيطان اللي ممكن يكون انا لسيدة هاجر وجايب بحبنك علشان هي كذا فقفق فقفق قالت له اخسق يا عدو وبالرجم من سيدنا باما سيدة هاجر وبقى نسك نسك ليه عقيدة وإيمان وفيه اغلى مدنة وما جا تكلم عن الحاجر وقل بقى الصغيرين لبيك الله وما لبيك ونلبس بقى ونعمل ونفرجهم في فيديو منتشر دلوقتي الحاجر سنة 1938 يا جمال قلوبهم ويا جمال المشاقة فعلا المشاقة والجمال وعليه معرفش ايه بتاع والله كان زمان الواحج الثمن وسحم الشمس دي عليه بتاع بلاستيك كده ويطلع فوق الجمال على بتاع خشب يالله ده دلوقتي الخيمة مكيفة والطيارة مكيفة والدنيا ميسرة الارض ذات نفسية في ارض الحرم بتطلع تكييف ورزاز بارد لما بارد فهني انتوا عايشين في وضع تاني حمد لله يا عربي حمد لله يبقى بفرق ما بين الخطاب التربا والتوعا والايمان اللي بقوله في مرحلة عشر سين مرحلة التكليف والقدوات اللي أخدها شفت سبات الرجالة شفت الشباب شفت سيدنا اسماعيل افعل يا أبي افعل ما تؤمر ستجدوني ان شاء الله من أساك مش اللي بيعملوه دلوقتي يا منا مش اللي بيعملوه دلوقتي وعملين العالم كله احنا بنتكلم فاكرة سلسلة الطاقة اللي بدأناها ديت لما بنجي نتكلم بنقول تصغير وتحجيم وتحييف وتحييت دور الأب والأم دايما الأب والأم ظلمينك الزات وتكبير الزات والمظلمية على الأب والأم عشان يطلع يطلعوا الابن والبنت والأبناء والأولاد من تحت منظومة أقوة تسمع كلام أبوك الظالم ومعاني وبتاع وتبص تلاقي جربات طلعة أنا عايق يا ابني ما تجمد يا ابني أبوك عما يقول يحاسب لكان انت مأمور ببره أما يجي يقول دلوقتي اللي بيسبحوا الأم ولا إزاي تعمل كده ولا تعمل أمك ولا تشوح في أمك الكلام ده كان عبو ما يصحش تقصروا القيمة دي تقصروا قيمة وقار الأب والأم احترام الأب والأم علشان لما يجي الأب والأم يقول قيمة أصلا الأب والأم دلوقتي مفرغين من المعاني التربع والإيمانية تقول لكم مفاهمين حاجة عن ده ده جزء ولكن لا ينفي بالرهم يحاسبوا على تقصرهم يحاسبوا على أمرهم لكن أنا كابن مطالب بالبر أنا مطالب بالبر ومطالب بعدم العقوق مش إن أنا حطت في دماغ وعمل لك شوف الكرتون اللي بتحط في الأولاد اعمل لك أب وأم من الفيري من اللي هما اسموهم الجنيات عندك جنيات مع أم عصاية سحرية حق أقول لك هما دول أبوك أمك وانت فغين عن أبوك أمك وأي حاجة أبوك أمك بولا أنت تعمل عكسة عشان هما دول غلط على طول الوقت تفريغ المعنى ده تعالي شوف الحج بقا بيعمل إيه اسمع الجمال الحج بيع تعظيم قيمة الأسرة أب امتسل لكلام الله أم سمعت كلام الأب وأيقانت في كلام الله وصدقت كلام الزوك وأصدقت عليه ويقنها في موعود الله وصدقه ابني شاف كده أب وأم عمل إيه افعل ماته أمر ستجدوني إن شاء الله من الصادرين معنى القيمة التربوية الأسرية في كلها نسك أسرة الحج كلها عن أسرة بنتكلم عن أب وأم وبيت بيتها أول صحيح ما تخفيش وانت لوحدك مش عدم حد ما تزوج مش موجود لكن انت معتصمة بالله ومستمسكة بكتاب الله وعلى يقين بموعود الله ربنا هيكرمك في ابنك سخر لك قبيلة بحالها جات بتدوري على الصفة والمروة من زمزم المية طلعت من تحت رجلة سيدنا إسمعي هو ده دي القيمة اللي أقولها الأولاد أشرح نسك يروح ويحضر لو أنا مقاهلاه لو كن مش مقاهلاه لا لا استني لحد سن بقى التكليف بعد عشر سنين ولا من بعد سبع سنين سن التمييز عشان يشوف ويحضر للأطحية نعم ويبقى كده يعني أقول يسترجل كده ويبقى فيه من الخشونة ومن الشجاعة ومن الإخضام وده إحنا شايفين اللهم بارك وده إحنا شايفين نعم لكن إن أنا أخلي أولادي بعيد عن المنظومة دي وغيفهم ده كلام فاض إحنا لازم ناخد نسك الحج ونطبقوا تربوين ونؤمنوا بالمعاني اللي أنا قلتها لدي نعم جزاكي الأخير دكتورة أنا عجبني الملفة التربوي والحقيقة أول مرة يعني أنتبه إلي وهي أن فكرة الحج مبنية على أسرة وهي الأم والأب والابن إسماعيل وإبراهيم عليه السلام وهاجر طيب لننتقل إلى الأسرة المسلمة دكتورة منظمنا أن معالم الحج مبنية على أسرة غالبا في العيد تجتمع الأسرة فعلا وهذا مقصد كما نفهم من قصة سيدنا إبراهيم أن المقصد هو أن تجتمع العائلة على الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى ولكن غالبا أن هذا الهدف قد حاد عنه الناس وبالذات المجتمعات مثلا نزل مجتمعنا نموذج في ديبيا يعني غالبا تجتمع الأسرة الكبيرة الأسرة الصغيرة في ظل العائلة الكبيرة فيحصل شيء من الهم تحمل النساء الهم في تقسيم الأدوار والرجال أيضا ونحن نقوم بكل أمور العيد في البيت فيترتب عن هذا الأمر مجموعة من المشاكل ومجموعة من الحساسيات التي لا تنتهي وربما تسبب بعدها قطيعة أرحام فكيف نتعامل كيف تتعامل الأم مع زوجة الإبن مع البنت زوجة الإبن كيف تتعامل مع حماتها وأخت زوجها حتى نقلل من نسبة هذه المشاكل التي هي ليست مقصد بل تنافي تماما مقصد عيد الأضحى خلينا في البداية أقول أن موضوع العيد وأننا نقضي أسرة ده مستهدف الأسرة الصغيرة مع الأسرة الكبيرة والاندماج وده وضع صحي لأولادنا ولينا ونفسيتنا اللي احتكاك علاجه بكل بساطة كل زوجة بتسمعني وكل حمى بتسمعني علاجه بكل بساطة تحديد المهام مخصوصة الناس اللي بتبح لأن بيدوا الزوجات بقى السلايف والكنات كلهم بيدوا الكنة كلها كل واحدة بتاخد حاجة تعطيع وتشفيت اللحم ومش عارفه وإيه والكلام ده ولازم حاجات تطلع الأول يعني مثلا مش عارف أقولك لأ الكبدة والكلاوي الأول وبعدين تشوح وبعدين يلا الفتة فمواويل كده بتحصل كل ده على مين؟ على الكنات الصغيرة تحديد علاجه تحديد المهام وتوزعها وتأسمها فقط طيب استفزت الزوجة بكلمة وانتي كذا أو تقصير أذكرهم أذكرهم بصوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله الحمد كل ما تسمعي أولا السنة من الزنة دلوقتي لينك تكبير لمدة ساعتين شغاليه وقولي معاه أزيتي اللهم صلي على سيدنا محمد محمد على طول هما ينتبهون فيه حاجة ما ترديش الإساءة بالإساءة من عسى الله فيك يقطع الله فيه يعني إحنا بنقول إن أول يوم على الأقل والزبح والكلام ده بيبقى يوم هسى وطعب كبير احتسبيه عند الله سبحانه وتعالى وسعدي وطلعه عشان تطلعه للفقراء وتطلعه للناس وتطلعه وكذا إن والسواب أزيتي بالكلام احتسبي عند الله إلا إذا عليش عشان الزوجات ما يزعلوش لأن ده الحق يعني إلا إذا تم أزيتك أزية وجاء عليك ضرر واضح بي وانتي تغضيتي مرة وكبرتي تغضيتي مرة وصليتي على نبع سلام سكتتي وبصتي في عيني اللي قدامك ودي من الحاجات اللي توقف اللي قدامك يعني كده انت كويسة لو أسائت وقيتلي الكلمة مش كويسة قال لأ انت كويسة ليه بتقولي كده الله أكبر الله صلى على الرسول ثلاث مرات حاولتي وعملتي ومازالي الأزم مستمر أقفي طب يا جباعة ليلة ليلة تعيد وإحنا عايزين كذا الأمر انتقول أنا لا أرتضي ده خطأ هذا لا يرد الله سبحانه وتعالى والأمر في التعامل معي عمري مهارده بالشكل ده بعد مرة واثنين وثلاثة لما نيجي نعوده قاعدة ده بردتك وعملت وقلبت علينا لأيد وسوت ونكدت علينا ونجي نعوده قاعدة أدين يدي الزوج عملته واحد اتنين ثلاثة كل اللي قاعد شاهد لكن اللي أحرم نفسي من الأسرة الكبيرة والله رحم والله صلة رحم ونؤجر عليها أولادنا الجو ده جو حلو لهم بس طبعا لو نفسية الأم جميلة فأنت يدي الزوج بالله عليك يا ابني انت ودي زوجتك عند بيت أهلك اضمن كرمتها لإني نفسية زوجتك هتعود على أولادك اليوم من ينكدين على المعنين فرح وإحنا مأمورين بعبادة الفرح في القرآن وهو من المباح الفرح بأمور الدنيا المباحة الفرح بالعيد ذات نفسه ده فرح وجه الله تعالى وإحنا عبادة مأمورين بيها فيابني ما تنكدش علينا عشان خطر نفسية أولادك على أبدا لا مش رحين احنا نروح عند أهل أمك هم دول اللي حلوين وكويسين وبتعلقاك أهل أبي لا ليه لإنك انت مش حقق صد بتدفع عن كرامة زوجتك أو بتوقف بس بالراحة يا دي الزوج الزوجات لأنتو برضو مالعوف دماغه الأيام دي إيه لا مراحي مرب الصالحات من كنا عبد الله صحيحنا وتعالى يجعل أمك كلها صالحة أقوله أمين لإن في نساء يتحطوا على الرأس والله بالراحة ما تحطي الزوجك في سندان عدي مرة واثنين وثلاثة ربع مرة كمان قد الله صحيحنا وتعالى يا رب يجعله عيد مبارك سعيد بدون خناءات بدون زعل بدون أي حاجة أمين يا رب بكترة أيضا هناك ملمح مهم جدا يحصل في داخل الأسرة وبين مجتمع النساء بالذات وهي أن النساء تتسابق على إعداد الوجبات والطعام طبعا نحن مأمورون بالفسحة مع أن فتاوة كثيرة تقول أن ينبغي يعني أن الواحد أن يتقلل قليلا المراعاة لوضع غزة والسودان وما يحصل لإخواننا من مجازر وجوع ومجروح والفاقد وأهالي الشهداء وكذا لكن يعني بعض النساء تريد أن تعمل كل شيء في اليومين الأولين اللي هن أحسن أيام يوم الناحر ويوم القر اللي ينبغي أن نخصص وقت فيها للعبادة لا ينقص قيام الليل لا ورد القرآن يعني بالعكس يتصل آخر اليوم منهكا ربما حتى صلاة العشاء تقضيها يعني فيبغوا مثلا نحن في ليبيا يبغوا يديروا العصبان أو اليوم ويبغوا يقددوا القديد ويبغوا يحطوا الحاجة في الفريز كلها مقطعة وموتية واليوم الثاني يبغوا يديروا الغذية على الحم الرأس يعني كل هذه الأمور أصلا دسمة حتى على المعدة لمن هو كان صائما في العشرة أو من كان صائما عرفة وتؤدي إلى مشاكل يعني فكيف نتوازن في هذا الفرح ولا نخش في مضمار مسابقة لإظهار مدى الفلاحة والنشاط وكذا طيب أولا يعني العبادات في الأيام العشر يعني وخصوصا في الأيام دي ده بالعكس ده أيام الناس فيها كتير غفلة عن الله وذكر الله يا جمالك ويا هناك ويا ساعدك لو ربنا سبحانه وتعالى يا راكي سبت على العبادة ودي من علامات السبات وعلامات قبول التسعة يام والعشر تيام إنه يبقى في الأيام دي قيامك موجود قرآنك زي ما هو دعائك وهكذا الدعاء لإخواننا في فلسطين والدعاء لإخواننا في غزة وفي السودان والله أنا أقولكي أنا نزم من البلوك النهاردة والأسبوع اللي فات نفس الكلام النهاردة قابلني بانوتا بقول لها أنت مينة يتلي من السودان وقالت لنا عرفاكي أنت سويت دعاء لغزة وكذا إيدي هاي للسودان وقامت جابني 8-9 سنة وقامت جايعني هم رغ رغ وطيب الناس قلوبا فمجرد بس أن إحنا نستمر على الدعاء وعلى كذا العيد أصلا فرصة للتآخي فرصة للتصافل سلة الرحم ضرورة لتقويت بناء الأمة العيد فرصة لسلة الرحم عياد المناسبات دي بتحيي ودي سنة معظم الناس هجروها لأ يلا نحن نتواصل مع الأرحام ونبرهم ونعمل وها كذا وفي نفس الوقت أنا بحاول أفرح أولادي إحنا مطالبين ويقول اللي بتسمعوني مطالبين إن إحنا نحط البصمة ونفرح أولادنا في العيد ببصمة سلة الرحم إن نخرجهم نفرحهم وهكذا سلة الأرحم دي من أكتر الحاجات للدخل الجنة ومجرد تفرح الأولاد ذات نفسيهم أننا فرح الأولاد بالعيد وفي نفس الوقت لا أنسى نفسي يعني هم أربع خمس جوانب لازم كده حالي مع الله سبحانه وتعالى حالي مع القرآن صلاة ذكري حالي مع الزوج ومع الأولاد حالي مع الأمة الإسلامية والدعاء معهم يعني عدنا نقول على الأقل وحالي كله سي يراني الله سبحانه وتعالى أعلم أني ده من علامات القبول يا رب إن شاء الله يكون غفر لنا كلنا في عرفة يا رب ورجعنا كيام والداتنا أمهاتنا ويا رب ويكون يا رب مع لنا خطيئة ونبتدي يا رب سنة جديدة وصحيفة بيضة اللهم أمين بالإشكاليات دكتورة أيضا التي تحصل في يوم العيد أن مثلا العائلة الكبيرة تفرض نظام عادات وتقاليد معينة فتمنع النساء من الذهاب لصلاة العيد فهل مثلا من الموازنة لكسب صلة الرحم أن تتخلى مثلا للنساء عن صلاة العيد أم أنها تصر مثلا على الذهاب لأن هذه سنة مؤكدة وعند الأحناف مثلا فرض لا 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 بص نعم لا أيها بص يا سيدة مونة العيد ذات نفسه هي الصلاة يعني راحت صلاة العيد راحت إحساس بعيد يعني روحوا صل واشهدوا الخير يعني جميل يعني حديث سيدنا بو زراء أو ثاني خليلي أن لا تأخذني في الله لو ما تلائم أوصني بصلاة الرحم وإن أدبرت صلاة الرحم تمام لكن النبي على السلام أوصاني زي ما أوصاني أن أنا أوصر رحمي أوصاني أن أنا صلي العيد روحوا يشهدوا المنافع روحوا يشهدوا الخير يشهدوا خذوا الجيزة يا الله عزي يتقرر الكون كله تكبيرت أنت تعرفي شكل ومنظر المسلمين في صلاة العيد وهم راحين يكبروا في طريق وراجعين من طريق مختلف تكبير 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 والله ما كبر عبد إلا بشر قاله وبما بشر قاله بالجنة أكتر من كده والله ما لب عبد إلا ولب عن يمينه وشماله من كل حجر ووبر وضع ليه ليه نبعد نفسنا عن الخير دول يا إما الكون يا إما ملب يا إما مكبر إحنا فين بقى لا أهل الزوج ولا العيلة قالك كذا لا أصلي العيد وأجيلكم وقالا لأفرد السمت الإسلامي إنت وجودك كإيه كداعية أو كمسلمة تعرفي عن الله وحفظت حديث النبي صلى الله عليه إلينا بتطبقيها إنت دورك إيه كأم مسلمة وعي فهمة نعمل إيه وننسك إيه ونفرح أولاد إزاي لو هم حطوا عليهم التقاليد اللي ليس ما أزالله بها من سلطان لا إحنا نعمل السنة زي ما قال النبي على السلام نروح حتى ما نقولش الطمر نروح مكبرين خلاص بالطريق وصلينا العيد سامعنا الخطبة رجعنا من طريق تاني كلنا الطمرة في الطريق وإحنا رحينا أتزبحنا أسرعنا كل ده علشان نطلع يلا نعمل نسوي يلا الفطر يلا كأهد بتطبقه هزم بتطبقه هزم الله يكون في عون يعني بعيدة عن طقوس الزبح والكلام ده في مصر أكتر من عشر سنوات لكن يعني لا أنا يعني فكرة فكرة كان إيه اللي بيحصل وعده بص الزوجي كده بقوله إيه اللي أنت جايبه يعني أعمل إيه يعني ورحك تصل بالأخوات ده أنا ما عنديش خطبة تعالوا تعالوا شوفوا الله ونكيس ونطلع وكذا فبتبقى طبعا يعني بتاع لكن في الآخر إيه بالنام بترتاحي أول ما بتصحي بقي بقي الأجر بقي الثواب بإنك طلعت لله وطلعت المسلمين والفقراء وعملت وساعدت أهلك وعيالك شافوا حضروا التقص ووزنوا معاك ومعرفش لا يا بنتي خير لا نمنعوا بس أوعوا أنا لا صلاة العيد ما قلت قيلنا أنا عندي العيد الصلاة فيش كلام كل واحد نعم صحيح لكن مما راحت العيد راح عشان ما سلحوا الصلاة صحيح دكتورة الآن يعني في هذه الأيام يعني لب ومركزية هذه الأيام هو بيت الله الحرام الكعبة المشرفة عظمها الله وزادها تكريما لكن هناك أمر ربما ننتبه إليه آخر أن هذه الكعبة قبلتنا الحالية كان قبلها قبلة المسلمين بيت المقدس المسجد الأقصى المبارك فبالتالي نحن كما نرى أن مركزية هذه الأيام بيت الله الحرام أو الكعبة فنحن أيضا في المرتبة الثانية ينبغي أن يحضر في وجداننا بيت المقدس الذي يدنس الآن بصلوات يهودية تلموذية لم يحصل مثلها من قبل ويستغل اليهود الآن انشغال الأمة بالمآسي بل يغلون في المجازر في غزة وأذنابهم أيضا في السودان لينشغل الأمة بالدماء الأمة بالدماء وبالجرحة وبالشهداء وبالمجاهدين وبالأسرة وكذا والمسجد الأقصى للأسف الآن يعني في وضع سيء جدا فما واجبنا نحن في هذه العيد اتجاه المقدسات اتجاه المجاهدين اتجاه الأعلماء الناطقين بالحق والدفاع عنهم اتجاه الأسرة واتجاه قضيتنا جميعا والله يا سيدة مونة يعني احنا في حقبة زمنية يعني صعبة صعبة جدا وحارجة يحج يعني لبلاد العدو لإسرائيلي العدو للإسرائيل ونلازم نقول كده دايما نجيب كلمة لأنهم فعلا أعداء يحج لها كل الحكام الخوانة قبله الحكام الخوانة لكن إن شاء الله الكلام ده مش في الشعوب ولا في قلوب المؤمنين القبلة الكعبة ولا ننسى قبلتنا الأولى المسجد الأقصر الصلوات اللي هي يوم العيد واليوم اليهودي واليوم اللي تقص اللي هم بيعملوا إلى زواج لكن يجب علينا احنا كمسلمين أنا أحط في عقل وقلب أولادي مش التمسك بس لا اليقين اليقين أرضنا مسجدنا النصر قاتل لا تزال طائفة من أمتي أم انتصر علامات النصر أنواع النصر سبع أنواع كمان خلاف من 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 بداية حتى القيمة المعنوية للنصر كل الكلام ده يعني أحنا نفسنا إن احنا نعيد الغرص بشكل جديد إن شوفت الفيديو اللي منتشر لحد الجنود يقولك إحنا والله إحنا ما طلعنا والله إحنا ما دخلت بيت من بيوت فلسطين إلا وعليه سورة المسجد الأقصى هم كلهم مرتبطين بالمسجد أنت إلا في زحالك وحرقك أيوة مش في غزة بس ولا في فلسطين بس المسجد الأقصى في كل مكان مش سورة المسجد قدسية المسجد الأقصى في كل بيت وفي كل عقل وقلب مسلم ده يعني ده صورة موجودة عندنا صورة الإسراء وده إيمان وده يقين إحنا لا يمكن الأمر ده تتحاد لأن ده عقيدة بالله عليك بالله عليك أنهي عقيدة ثابتة أكتر أنا بدعو الناس بس عشان تفكر بها لعشان ما شاء الله عدد اللي بيقوله في الإسلام دلوقتي كتير أولا يا بنتي تخيالي واحد عاقدته بتقوله الفزدة المحرفة بتقوله أنت اسرق وزني من غير في غير اليهودي لكن مع اليهودي لا بالله عليك أنه يعني أنت عقلك كده يجيب ده ربي يتعبد اللي أنت محرف ده كلام ده يقولك إسرق وعملوا كده برا وإنت يعني الإسلام قادم لا محال وربنا نصر دينه لا محال والمسجد الأقصى هنسترده لا محال وعد الله وعد الله موعود الله وإحنا مسدقينك يا رب ومسدقين موعود أهم حاجة ربي أولادنا على كده لسه منتشرة مجموعة من الفيديوهات لأنشيد أصلا من قام التمانينات والتسعينات أنا شيد بتاعت سوري 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 عارفة أنت الكلام بتاع زمان ده نعم وفلسطين الأرض الحرة يا ابن الثير ويا ابن الثورة خلت مش عايزة أقولك الميديا كلها تعوج بالبكاء والحنين أيوة إحنا متربيين على ده ربي عيلكوا على ده أنا عندي فيديو أبقى بعتهولك على الواتس عندي فيديو للبنات وهم سن تسع سنين كان يومنا تقريبا مريم ست سنين شي بقى تقريبا كتاربع سنين وهما يومنا صحاني صوت الحرية والمصحف ناداني بعتلك للفيديو ده الأولاد وإنت يما بيجي يفتكروا الكلام ده الفيدباك إيه القدس وفلسطين وتحريرها هو ده المعنى ده المعنى فينه الأم الوعية اللي تغرس الكلام ده بس أدعو النس سبحانه وتعالى يا رب يرزقه أم ودهو الأم دلوقتي على فكرة فيه نهضة ويقظة غير عادية حتى لو تقولك أعمل إيه أقول لي ابني إيه بتقولي ابني عنده ست سنين ولا كذا وبيكلم وبيقول النور كيف ظهوره إن لم يكن دمنا الوقت والقدس كيف نعيدها إن لم نكن نحن الجنود أرضنا ودحنا كل والله يا منا بس أنا شايف فتح رهيب بإذن الله نعم وحاويتني الوقت خلص للأسف الوقت اتهى يعني لم يبقى لدينا ولا دقيقة وهذا الموضوع مهم جدا يعني جزاك الله وخلينا ربما إن شاء الله نفصل له النصر الآتي وبشريات النصر نفصل إن شاء الله له حلقة ونبث الأمل في الأمة من هذه الحلقة التي تبث في ليلة العيد إن شاء الله نستبشر بالنصر المبين وكل عام وأنتم بخير كل عام دكتورة وجميع فريق أسرة في رحابها بخير نلقاكم إن شاء الله بحلقات قادمة على خير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لنصعد صوب علياء السماء لنصعد صوب علياء السماء لحاب الطهر والإيمان نسري على درب الهداية والنقاء ورحمة الله تعالى وبركاته